السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعين شهوات أم العربي هنروج دمعة بعضياتنا واللي انا توحشته بزاف هو كيك اليومي العادي لكن هاد المرات الكيك اليومي العادي هندروه باللبن كي يجي لديد بزاف و هاد الكيك اللي مكاقدروش نستغنعه علي وخاندرو جميع انواع الكيك فكيبقى هاد الكيك هو الافضل و يعني عند الوليدات عندنا كاملين هاد الوصفة هنحتاجون لربعة ديال البيضات كاس عنبه الازيت كاس عنبه اللبن هذا ديال العبار جوش كيسان عنبه السكر ساندة و لا تخافوش و الذي يبغيش الحلاوه يدير غير كاتونس هنحتاج واحد معلقة صغيرة ديال سكر فاني هنحتاجوا شوية ديال كاكا ومر هنحتاجوا كبيرة ديال الخل الابيض و هنحتاجوا ثلاثة الكيز خميرة الحلوة و اضع الكيسان ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات اه غاد يناخد بفش هنحتاج لبلاع بلاع الخلاط ديال العاصر هنضيع البيض كيف كتشوفوه هنضيع معى هذا السكر ساندة هنضر جوش كيسان الذي ما يبغيش الحلاوه يضير كاسومس هنضيع سكر فاني هنضيع معى لبقى صغيرة سوف نضع كيس السكارفاني سوف نخلط لنضع الكهربائي العصير ثم نضيف الزيت ثم نضيف اللبن و نضيف الزيت اشتركوا في القناة 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 سوف نقوم بحلقة لأن ولدي الصغر هو الذي طالبني على كاك عادي لا يوجد والو لأنه يموت على الكاك العادي و لا يريد أن يزوق الوالع فأنا اليوم قدرت أقول لولدي لكي نفرحه وتأوله لأننا كنا نأكله الكاك الأنواع الأخرى وهو مسكن يبقى خير يشوف فينا نتمنى الوصفة اليوم كاك يومي باللبن نجيكم تجربوها وتعجبكم وأنا أتأكد أنها ستعجبكم سوف نقطع لكم تريف شوفوها كيف كان تجي كاك رائع مفش فش كيف كان تشوفوها هي ربقة دافية لا أريد أن نصورها لكم من الداخل لكي لا تقولوا لماذا لم تصورتها لنا بالداخل ها هي نتمنى الوصفة اليوم ترغبتكم أعجبكم وتجربوها وإلا أعجبتكم لا تنسوني شيء من اللايك وتجيعوا وصفات مع الأهل والأحباب كما نقول لكم كنت نصور و قطعتها و كنت نوريكم صورنا لي أحدهم أنا كنت نصور بالتليفون مشاري كل شيء مهم هذا هو الكاك دينا باللبن اللي قدرت معاكم كي يجي طالع و نفش فش ما شاء الله و عالي علاش لأن ذاك اللبن كيعون الكاك باش يجي طالع و و نفش فش من الداخل وعادة ديك المعالقة ديال الخل كتعون الماضاق من قوش لكم الديد بزدف هاد الكاك الديد من قوش و لديك الصغير لا يجب كاك أو العبادة لا يجب كاك و لا يجب كاك فاليوم فرحته و قدرت لي تهوه كاك لأنه بقي كاك و بقي كاك يجب كاك ف نتمنى الوصول اليوم و اعجابكم و انا قطعت منها طرف و قلت لكم كنت نصور صافي و سوف نقطع كيف تأتي من الداخل انا قطعتها و هي مازال كيف تأتي من الداخل بقي كاك لا يجب كاك لديك و هي مزفة و هي مزفة و ديداء كثير و في المدى قدرتها لما سوف تقولون بها اليهورت ولكنها بالبن أحسن من اليهورت كثير من هذه اليهورت نتمنى الوصفة اليوم و اناقنا بكم و اناقنا بكم اشتركوا بقناتي قناة هواة ام العربي و لائما توصلوا بكل جديد لي دعمكم في حفظ الله و رعاياتي و الى وصفة قادمة بحول الله